ولنقاش تطورات ثورة تشرين لنهاري اليوم يحضروا معنا في الستوديو الكاتب الباحث السياسي دكتور فالح خطاب أهلا بكم دكتور دكتور كيف تقيمون استجابة المتظاهرين للمليونية التي دعت إليها لجنة تنظيم التظاهرات بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة كانت استجابة رائعة استجابة عظيمة استجابة كبيرة تدل على أن هذه الثورة مستمرة وعلى أنه تجاوب الناس معها مستمر هذه الاستجابة تعني شيء واحد أن الثورة ناجحة وأن الثورة مستمرة وأن الناس سيدركون ويفهمون معنى هذه الثورة وطبيعة هذه الثورة وأن هذه الثورة للشعب العراقي وأنها في الحقيقة ينبغي أن تكمل أهدافها هذه الاستجابة تعني الشيء الكثير تعني أن زخم الثورة لم يتراجع ولم يتأخر وأنها في ماضية من أجل تحقيق أهدافها كاملة المتظاهرين توافدوا من عدة محافظات اليوم إلى ساحة التحرير ما هي الرسالة التي يرسلها هؤلاء بمجيئهم وقطعهم هذه المسافات للتجمع في مكان واحد ورفع نفس الشعارات التي كانوا يرفعونها في مختلف ساحات التظاهر هذا اللي أقوله تعني استمرارية الثورة تعني الإصرار على مبادئ الثورة وأهداف الثورة للعلم هؤلاء الذين أتوا من المحافظات أتوا وسط مخاطر كبيرة كان هناك مخاطر كان هناك تهديدات من قبل ميليشيات النظام ومن قبل بعض المنتفعين من عشائر أو شيوخ يعني بعضهم هددوا هؤلاء المتظاهرين بعدم ذهاب طبعا قطعوا أشواط قطعوا مراحل الطريق لم تكن مؤمنة تماما هذا كل يدل على أنهم طرحوا الخوف وطرحوا الرهبة جانبا وأنهم مصررين على استكمال الثورة هذه الاستجابة كبيرة جدا مهمة جدا تعطي إشارة مهمة جدا على أنه الناس متجاوبة مع الثورة ولن تتقلص لن تتراجع هذه الثورة هذا يعني كون أنه يستجبون ويأتون وسط المخاطر هذا يعني أنه الثورة في وجدان كل عراقي كانت لجنة المنظمة لتظاهرات حذرت منذ البارحة من أنها لم تدعو إلى اقتحام المنطقة الخضراء برأيكم هل توجد جهات معينة تريد استدراج المتظاهرين السلميين إلى المنطقة الخضراء؟ بالتأكيد هناك جهات تأتي من قبل الميليشيات ومن قبل النظام من قبل المخابرات من قبل أجهزة معينة إيرانية كلها تحاول أن توجه مسار الثورة بغير الاتجاهات التي تريدها قيادة الانتفاضة هناك اتجاهات معينة مرسومة الهدف منها حرف مسار الثورة حرف مسار الانتفاضة لأنهم يعلمون أنه توجيه هذه الثورة من خارجها يؤدي إلى قتلها وإلى سفك دماء ليس هناك حاجة لسفكها على الأقل في هذا الوقت نعم هناك محاولات دؤوبة ولكن قيادة الانتفاضة واضح أنها يعني واعية جدا مقتجرة جدا رغم التشكيك فيها رغم التشكيك الذي يقول أين هي هذه القيادة من هم هؤلاء لماذا لا يعلونون عن مماثلين لهم ولكن هذا التوجيه يدل على أنهم يراقبون كل شيء بدقة ويتصرفون من منطلق هادئ وبعصاب باردة الحديث أيضا عن استدراج المتظاهرين والضحايا والقمع ربما يجبرنا نتحدث عن تصريح الأخير لقيس الخزعلي الذي لوح فيه بأن حصيلة القتلى ستكون أكبر في هذه المليونية كيف يمكن قراءة تصريح مثل هذا في تظاهرات كلها كانت سلمية ولم يحملوا السلاح هذا الرجل أدات بيد إيران وأدات بيد الميليشيات الحرس الثوري هو حقيقة لا يفقه غير هذا الشيء هو معروف هو وجمعته بارتكاب جرائم قتل اختطاف اعتداء على الحرومات اعتداء على الأعراض والأموال هذا الرجل مسخر لكي يقوم بهذه المهام هو لا يفهم غير لغة القتل هو يعني متخصص متفنن حتى يقول عن نفسه هو عندما قبل يومين ثلاثة يعني يستهزئ من الأمريكان عندما وضعوه على لائحة العقوبات يقول لو قالوا عني إرهابي لكان أفضل أنا يعني مجرد عقوبات مالية هذا رجل يعني لا يفقه غير الإرهاب لا يفقه غير لغة الدم وهو يعني يتصرف كما يسمع من السيادة ماذا يقول له هو يقوله نعم كان هناك تحذيرات أيضا من السفارة الأمريكية كيف يمكن تفسير الموقف الأمريكي من خلال بيانها للرعاية الأمريكيين في العراق وتحفظ عن الحديث عن المتظاهرين السلميين يعني للأسف الولايات المتحدة الأمريكية تلعب لعبة يعني تمسك العصى من الوسط هي من جهة تحاول أن يعني تتفرج على الوضع الذي كما نعلم الجماهير كلها تهتف ضد إيران وهذا الشيء يريح الولايات المتحدة الأمريكية يعني يشعرها بالارتياح لكن من جهة أخرى الولايات المتحدة الأمريكية حذرة جدا مما يجري في العراق حذرة جدا من هذه الثورة تريد أن تفهم أين مسار الثورة معالات هذه الثورة إلى أين وبالتالي هي تمسك العصى من المنتصف تراقب الأوضاع بدقة بالتأكيد هي تحذر الأمريكان من الرعاياها من الدخول للعراق ولكن في نفس الوقت هي ليست حريصة جدا على دماء المتظاهرين مجرد كلام واحتياجات وليس له أي واقع على الأرض دكتور هل ما حدث في ساحة الوثبة يمكن إسقاطه ضمن تحذيرات سفر الأمريكية وكذلك تصريحات الخزعلي عن استخدام الرصاص الحي؟ بالتأكيد طبعا هذه المحاولات لم تتوقف إذا أتينا الحقيقة منذ بداية الانتفاضة هذه المحاولات موجودة محاولات القتل يعني لو لا صلابة المتظاهرين لو لا وعيهم لو لا إدراكهم لو لا حضورهم الكثيف إلى الساحات حقيقة كان صارت مجازر أكبر كان صارت هناك يعني مشاكل أكبر ولكن هناك يقضى هناك وعي وهناك شيء مهم جدا أيضا يعني الحالة الثورية في العراق حالة الانتفاضة في العراق تطورت الآن يعني هناك الآن وعي دولي لما يجري يعني قبل النظام هذا أراد لهذه الانتفاضة قالوا لهم افعلوا ما شئتم تظاهروا اهتفوا اخرجوا بشعارات أيام وتنتهي القضية لكن عندما بدأت هذه الثورة وهذه الانتفاضة بالتحول إلى رقم صعب بحيث أنه أخرجوا عادل عبد المهدي من المعادلة أخرجوا مدير مكتبه وهو رئيس بزراء حقيقي في العراق أبو جهاد الهاشمي الذي هو رجل إيران في العراق في الحكومة عندما أخرجوه أيضا هذا يدل على أنه هذه الانتفاضة أصبحت رقما صعبا وآتا التطور الآخر اللي هو بغض النظر عن الدوافع الأوروبيين العالم يعني الرأي العام العالمي بدأ ينظر الآن إلى شيء من ما يجري لأنه نعلم جيدا أنه رأي العام الدولي والولايات المتحدة عندهم قضية وإيران عندهم قضية مع إيران بالتالي الانتفاضة تستفيد من هذه الفجوة وتنتفع من عندها فلذلك الانتفاضة أصبحت رقم صعب أسقطت هذه الحكومة الرأي العام بدأ يتحسس هناك دماء تسيل فالقضية ليست بسيطة يعني صحة الخلاني السنة القتل اللي يحدث هو قد يكون يعني دافع قوي للنظام ولكنهم أيضا يأخذون كوابح لأن القضية ليست بسيطة كما يتصورهم شكرا جزيلا لكم دكتور فالح خطاب الكاتب والباحثة CSC كنت حاضرا معنا في ستوديو العراق اليوم شكرا لكم